السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم حبايبي وكل مطابعين قناة حنان الوركي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض كده احلى وقطع معصير عنا بصراحة يعني بيبقى جميل جدا جدا. وكمان لو انت مرهقة بتشرب كوباية بالليل قبل ما تنامي. يعني بتنامي ما بتحسيش بحاجة بصراحة. بصراحة المشروب ده هوت جميل جدا وكله فوائد. اه فكل اللي احنا نحتاجه حبايبي اه انا هنا معايا نص كيلو عنب. اه كان عنا ايد وبعدين كده غسلته كويس وفصصته. اه زي ما احنا شايفين كده هوت وحطته ايه في الطبق. اه عنحتاج برضو نص كبات سكر ونص كبات ايه مية. طبعا هو العنب ايه بيبقى فيه مية فمش محتاج مية ايه مية يعني. فعنحطوا كل المكونات في الخلاط واحنا نضربهم ايه مع بعض ونرجع تاني. اه هنا حبايبي اه انا معلش اختصارتي بس عشان ايه يعني هو يعني انتم عارفين بقى يعني الضرب في الخلاط يعني سهل فانا ضربت ضربت المكونات مع بعض في في الخلاط وبعد كده صفتهم بمصفة وبعد كده قدمتوا بقى ايه في الكسات كده ايه زي ما احنا شايفين. اه بصراحة المشروب دهوت اه جميل جدا جدا وما اقول لكمش بقى ايه يعني اه في اليوم دهوت كنت انا مرهقة جدا جدا وجسمي كان تعيبني فعلقنا. اه شربت منه كوباية من ديت يعني اه اه كاس من العصير العنب دهوت نيمني يعني من بالليل لحد تاني يوم الساعة عشرة اه بصراحة كنت مرهقة جدا وتعبانة وقامت كده من النقمة اه يعني جسمي كده بقى كويس وحسيت كده بالنشاط كده وحيوية كده في جسمي لانا يعني خلانا نام حتى جزي قال لي ايه ده يا كل ده نقمة فالظهر واقم مش انا بس انا وبينتي شربنا من العنب دهوت فنمنحنا الاثنين بصراحة يعني جميل جدا كمان اللي مرهكة ومحتاجة اللي هي تريح تريح جسمها فبصراحة تشرب لها كوباية يعني من عصير العنب دهوت بصراحة جميل جدا جدا نعم وكمان يعني استغلوا بقى العنب اليومين دولت ممكن تعملوا منه زبيق الزبيب دهوت كنت انا عاملاه في القناة قبل كده وكان طريقته سهلة جدا وبسيطة وتقدروا انتو تشوفوا طريقة عامل الزبيب بالعنب اللحمة على طريقتي بصراحة يعني طريقة سهلة وسريعة جدا نعم وكنت انا عاملاه برضو حطاه في جابة العنب والفرت وحطيته بقى ايه بعد ما غسلته حطيته في الصينية وحطيت عليه تحت منه صاجة كده وهديت النارة عليه على البوتاجاز من فوق وممكن تدخلوه على فكرة الفرق هتلاقوا الحباية بتبدأ اللي هي بتنفش ولونها بيتغيق فبتسيبوه لحد ما بينزل المياه اللي فيه وبعد كده ما تتبخر واول ما تتبخر منه بتفرده بقى ايه على ورق ابيض كده في صاجه وبعد كده بتسيبوه بقى لحد ما ينشف وبتغيروله الورق ايه يعني بتسيبوه بقى بتقلبوه كده ولو الورق عايزة تتغير بتغيروها وبتحطوه بقى في الشمس وتغطوه بشاشة فيعني ايه بيتحاول معاك بقى ايه لزبيب زبيب تحفة بصراحة دي كده طريقة لعمل الزبيب وطبعا لقينا بليه وصفات تانية كتير اتمنى حبايبي للفيديو يكون ايجابكم ويارد تدعمونا كده باللايك والشير والشراك في القناة